ومن المعالجات الإنسانية إلى متطلبات الاستقرار السياسي فأن ورش التفاهمات السياسية تتوسع بين بغداد وجميع المحافظات لحسم الاستحقاقات الانتخابية حيث يتوقع السياسيون أن يشهد الأسبوع المقبل اجتماع مجالس جميع المحافظات ضمن رؤية اتلاف إدارة الدولة بتسمية محافظين جدد واعتماد نتائج الانتخابات معيارا في توزيع المسئوليات بتوافقات وتفاهمات بين الجميع ويؤكدون أن قرار تشكيل الحكومات المحلية يحصم عبر قرار من الكتل السياسية في بغداد ويمنح الكتلة الفائزة بأعلى المقاعد حق تسمية المحافظة المقبل مستبعدين حسم المناصب قبل نهاية الأسبوع المقبل لأن الدعوة لعقد الجلسة الأولى قد يحددها العضو الأكبر سناً في حال لم يدو المحافظة الحالي لعقدها ويضيفون أن الكتل الفائزة بالمحافظات المحررة ستتقاسم المناصب في المجلس والحكومة المحلية بينما سيكون البيت السياسي الشيعي صاحب الكلمة الفصل بمحافظات الوسط والجنوب مع خروج محافظين مخضرمين من النجف وواسط وميسان وربما البصر أيضاً التي سيحسم أمرها قبل الثلاثاء المقبل